مجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي ضرورة وقف التصعيد الإقليمي الخطير خلال الأيام الماضية نتيجة السياسات الإسرائيلية المتطرفة ونهج الاغتيالات الذي يتبناه الاحتلال الإسرائيلي وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان شدد عبد العاطي على ضرورة اطلاع القوى الدولية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة بدورها ومسؤوليتها في وقف وطيرة هذا التصعيد كما تطرق الاتصال إلى الجهود الجادة والحثيفة التي تبذلها القاهرة والرياض لحلحلة الأزمة السودانية وإيقاف الصراع الدائر والعمل المشترك على وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط أنه تم وضع إطار حوكمة دقيق لبرنامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء نوفي لتعزيز الاستفادة من التمويلات والدعم الفني من الشركاء الدوليين وخلال لقاء مع الحكومة التنزانية ومراكز الفكر والأبحاث الدولية أشارت المشاط إلى أن تعظيم فرص مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي من خلال المنصات الوطنية يعزز جهود التحول الأخضر لافتة إلى أن المنصات الوطنية أصبحت مطلبا عالميا لتمكين الدول من تنفيذ طموحها المناخي وإطاحة الحيز المالي لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير مواقع العمل بالخط الأول من مشروع القطار السريع العين السخن العالمين مارسا مطروح وذلك في المسافة من العالمين وحتى وادي النطرون بطول 180 كيلو مترا وخلال جولته التفقدية أشار وزير النقل إلى أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر مضيفا أن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع يدخل ضمن الممر اللوجستي السخن الدخيلة أعلنت وزارة البترول وثروة المعدنية استعداد شركة بريتش بيتروليوم العالمية للغاز والطاقة لإطلاق برنامج حفر استكشافي للغاز بالبحر المتوسط وخلال لقائه نائب الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليوم أكد وزير البترول المهندس كريم بدوي تقديره الكامل لدور الشركة في تنمية موارد الطاقة بمصر والتزامها بالعمل والمساهمة بدور إيجابي ورئيسي في منظومة الطاقة المصرية مشيدا بما تقدمه من إدارة احترافية لاستثماراتها وعملياتها المختلفة يواجه منتخب مصر الأولمبي في الثامنة مساء نظيره باراجوي على ملعب فالدروم ضمن منافسات ربع نهاء أولمبيات باريس 2024 وبلغ المنتخب المصري الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم ضمن فعليات النسخة الثالثة والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية بعد فوزه على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف وتصدره ترتيب المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط